كما شدد رئيس السيسي على أن أزمة الدولار كانت كاشفة وأظهرت ضرورة التحرك الفعلي لتحقيق مزيد من الانتاج لتغطية الطلب المحلي قبل استهدف التصدير كما أوضح السيد الرئيس أن القطاع الحكومي يعمل على إنجاز كل ما يمكن إنجازه في أسرع وقت لخدمة المستثمرين والاستثمار بشكل عام موضوع أزمة الدولار كاشفة يا جماعة وبتقول لنا أننا لابد أننا الفاتورة بتاعت الدولار بتزيد علينا سنة بعد سنة ومش بتجاب بيها سلع ترفيهية ده التطور للإقصاد المصري يا دكتور مصافة والتطور ده إن ما كنش إحنا نقدر نسابق الوقت ونحقق إن جزء منه يتحول لفرصة لنا بأننا أنت جزء كتير أو جزء كبير من المستلزمات والمنتجات اللي بنجيبها من بره منها أزود الناتج المحلي وإحنا نقول لك الكلام ده بكده منها إننا نشغل عمالة مصري أشغل ناس في مصر ثم الحاجة التانية طب ما دي حفيه عوايد يعني للضرائب وكلام اللي هو اللي ترتب على التجريل يعني وبعدين أنا ما بقول لكمش أبدا في أي مشروع دلوقتي استهدف التصدير بس لا استهدف أنك تغطي الطلب في مصر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة